بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله ايه وبعد كتير مننا لما بيتكلم على صورة البقرة بنية الشفاء هو بيقولك انا قارتها مرة واثنين لكن هو ما بيعرفش صورة البقرة لما تتقري تتقري امتا وتتقري ازاي ويتقال بعدها دعائي علشان كده في الصباح الجميل دوت النهاردة محتاجين نفهم صورة البقرة لما بتتقري عند مريض او لمريض بتتقري ازاي صلوا بينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اول حاجة تحطه نصبينك ان افضل شيء يتعمل ان المريض بنفسه اللي يقرأ صورة البقرة صورة البقرة للانسان المؤتاة ما تاخدش منه اكتر من ساعة ونص بالكتير قوي مع ان انت تدي له كل الامهال وكل الوقت كمان لو واحد حافظ مطقن يمكن ما تعديش الساعة بعد ما تصلي على النابل عدنام طيب المريض مش قادر يعمل الشيخ يقراها نعمل ايه نجيب اكتر واحد بيتحرى الحلال من اهل بيته ركز في الكلام ده كويس قوي اكتر واحد بيتحرى الحلال من اهل بيته ويقعد عند رأس المريض او عند قدم المريض لا بأس او بجوار المريض لا بأس ويبدأ يقرأ صورة البقرة بصوت مسموع بحيث يسمعه المريض طيب لما يبدأ يبدأ ازاي اولا يبدأ بفاتحة الكتاب ما يبدأش بالف لا ميم زي ما ناس كتيرة اوي بتعمل لا لا بده ان يبدأ بفاتحة الكتاب ثم بعد ذلك يكمل كراءة صورة البقرة طيب وهو بيأر صورة البقرة لا بده ان يكون متوضئا ويا حبذا لو انه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكراءة ويا حبذا لو انه صلى ركعتين لله سبحانه وتعالى بنية قضاء الحاجة او بنية الشفاء لما يخلص صورة البقرة كاملة بجوار المريض يعمل ايه يبدأ يقترب من المريض يقرب من المريض ويبدأ يسيب المصحف مفتوح قدامه خلي بالكم واحد يقول لي هبص في الموبايل او هقرأ من حفظي اقول له لا الافضل ان تفتح المصحف حتى وان كنت حافظا متقنة لان مجرد النظر في المصحف عبادة يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ما تخلص الاراية تبدأ تقول لي الدعاء ده اكتبوه ورايا بنفس الصيغة فانه مجرب ان شاء الله لشفاء الامراض ابدأ ارفع ايدك كده لربنا في تذلل وخشوع وسكون وانكسار وقل اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة ترزقنا بها كل خير وتحجب بها عنا كل سوء ومكروه يا شافي الامراض اتوسل اليك ان تشفي مريضي وان تمن علي وعليه وعلى عبادك بالصحة فانت ولي ذلك والقادر علي رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين اللهم اشفني من كل ألم اتألم منه وعافني من كل داء عجز الطبيب عنه ولا تدع لي جرحا الا دويته واجعلني من المشمولين بجبرك وعطفك وشفائك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ان مرضي وضعفي ادركت فيهما انني لا حول لي ولا قوة الا بك وان الصحة والعافية منك وحدك لا من غيرك فمن علي بعاجل شفائك لا اجله واجعلني كل ألم اتألمه تكفيرا لسيئاتي وسببا في زيادة حسناتي اللهم ان الآلام قد ألمت بي وأوشكت على الفتك بجسد الضعيف وعجز الطبيب وخانته العقاقير فخذ بيدي اليك اخذ الكرام عليك فخذ بيدي اليك اخذ الكرام عليك فخذ بيدي اليك اخذ الكرام عليك فخذ بيدي اخذ جبر وشفاء ومعافاة ومن وكرم ومن علي بشفائك انت الشاف المعافي لا شفاء الا شفاءك يا اكرم الاكرمين دعوتك وأنت على كل شيء قدير بأن تنفث في جسد الشفاء وفي روح العافية كما نفست الروح في طير إبراهيم وأعد لي الصحة والقوة كما أعدت الحياة لمن مات بعد مئات السنين إنك على كل شيء قدير اللهم إني أتوسل إليك بفاتحة الكتاب وبصورة البقرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن أخذها بركة أتوسل إليك بها يا أرحم الراحمين وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وحقه وقدره ومقداره العظيم أن تمنن علي بشفاء عاجل وعافية مستدامة يا أكرم الأكرمين ثم بعد ذلك بعد أن تنتهي من هذا الدعاء وكنت قد انتهيت من صورة البقرة تعيد خواتيم صورة البقرة من أول آمن الرسول بما أنزل إليه ثم تكرر الدعاء مرة بعد مرة بعد مرة يعني إحنا بعد ما نخلص الصورة نهائيا هنقول الدعاء ده اكتبوه صوروه من الموبايل اعملوا أي صيغة المهم أن حضراتكم هتقولوا الدعاء ده وبعدين هنعيد تاني آخر آيتين في صورة البقرة من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه لحد أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وبعدين نقول الدعاء ده وبعدين نعيد الآيات دي تاني مرة تانية وبعدين نقول الدعاء ده وبعدين نعيد الآيات مرة تالتة وبعدين وإحنا بنقول الدعاء في المرة التالتة نجمع اليدين على الفم ثم نقول الدعاء فيهما ثم ننفسه سلاسا يعني ننفسه سلاسا يعني ننفه ثم نمسحه على المريض فإن فيه الشفاء العاجل إن شاء الله إلا أن يقدر الله خلاف ذلك خذ الأمر بيقين وبتسليم لله العلي القدير وثق بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير وعلى أن يفعل المستحيل صباحكم أمل صباحكم شفاء صباحكم رحمة صباحكم عافية صباحكم نور صباحكم موصول بالنبي الرسول وصلي الله وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم